وخلال المؤتمر الصحفي أشار الرئيس الوزراء إلى أنه تم المناقشة حول عملية الربط والتكامل في مجال الغاز الطبيعي واستغلال البناء التحتية للبلدين كما أكد مدبولي أنه تم الاتفاق على تقوية كل وسائل النقل بين البلدين من أجل السماح بنفاذ وانتقال صادرات وواردات البلدين من خلال بعضها البعض تناقشنا في عملية الربط والتكامل في مجال الغاز الطبيعي واستغلال البنية التحتية بين بلدين وكيف يمكن أن نزيد من هذه الروابط في إطار منظومة الطاقة الحالية الموجودة في منطقة شرق المتوسط وارتباط الدول كلها بهذا الموضوع ولكن كما قلنا أن موضوع النقل وتقوية كل وسائل النقل سواء النقل البري والبحري والسككي أيضا بين بلدين لكي يسمح بنفاذية وانتقال صادرات وواردات البلدين من خلال بعضهم البعض وده شيء مهم جدا في خلال الفترة القادمة والأهم أننا تتفقنا على عدد من المشروعات التي سيتم فعلا تنفذها في خلال المرحلة القادمة